صباح خير احنا نارضك من قصادة الحكم في قضية الأستاذ رشوان روكي وكنا متوظرين الحكم ده من قدري فربنا خرمنا ان شاء الله زي ما قولنا قبل كده كلنا متعشمين في القضاء المصري وكلنا متعشمين في تصير القضية نفسها وده القضية دي كانت القضية 1877 في سنة 2021 خاصة بدعوة إلغاء التوكيلات وبطلق ودعوة دي اللي احنا قلنا ان هي الدعوة الأساسية اللي بيتوقف عليها بف الدعاوي وكنا عندنا عمل كبير ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها بإذن الله ان هي ترفض ويلزموا المدعية اللي هي قاية الله رشان توفيق بالمصاريف وبرد المبالج اللي هي كانت والدها او ده حد اسمها في البنك وده اللي حصل النهاردة الحمد لله ان احنا الحكم صدر منطوقه بالنسبة للدعوة الأصلية برفض الدعوة الأصلية وإلزام رفحها المصاريف مقابل أتعابي المحامية وبالنسبة للدعوة القرعية اللي احنا قلنا قطبناها بقبول الدعوة شكلا وإلزام بالمدعية اللي هي ايات الله رشوان برفض المبلغ تمنمية تلاتة وتسعين الف جنيه اللي هو مبلغ جيادة الاسمار اللي ده استاذ رشوان توفيقا اوضعه باسم بنته في البنك على الساسي حاصل لعائدات بتاعته وهي بعد كده سحبته فالمحكمة الحمد لله أمرت بإلزامها برده ديها تاني ان شاء الله التأسير دي على الدعوة الدعوتين اللي بعين التأسير كده فتح دركة كير ان شاء الله ان احنا قلنا قلنا ان الدعوة دي بطلان التوكلات وإلغاءها هي الدعوة الأصلية اللي بتوقف عليها باقي الدعاوة المرفوعة والمقامة لان دموبة بالتوكلات دي طالما ان المحكمة حاكمت ان التوكلات سليمة ورفضت الدعوة بطلانها وألزمت الاستاذ ايا من ايات رد المبالج لولدها يبقى بناءا عليه ان الاجراءات اللي تمت كلها بالنسبة لعقد الاسمة بتاع الشليهات وبالنسبة لعقد الفيلا في اكتوبر كل اجراءات سليمة بمجب التوكلات السليمة طبا ممكن نفند للناس الدعوة يا استاذ الشام لو سمحتك نعرف الناس الدعوة التوكلات ايه تفصيلها الدعواتين التانية ايه تفصيلها وده يعني والله احنا زي ما قلنا قبل كده كان عندنا تلات دعاوة الدعوة الاولى اللي هي في الحكمها النهاردة اللي هي الدعوة 1977-2021 دي كانت مقامة من الاستاذ اياه بطلب إلغاء التوكلات وبطلانها أما الدعوة التانية كانت بخصوص عقد اسم الشليهات اللي كان فيه عقد اسمها زي ما قلنا ان الوصد رشان توفيق حرر عقد اسمها ما بين بنات وما بين حافظة وامايمة شليهات راسد وهم طاعنوا على عقد الاسم دوت ايه طاعنوا على عقد الاسم ده وقالت ان هي التوكلات فيها بطلان وما يقدرش انه يكون بمجابع بعقد الاسم وان شاء الله بإذن الله احنا بنقبل من الخضايا العادل ان هيكون القفن موازد نفس القكم اللي صدره النهاردة ان شاء الله طب ايه موقف ايه دي الوقت? في دعوة تلتة في دعوة تلتة ببطلة مع عقد غلة في ستة كوبا. اللي هي جلسة ومتنين ثلاثة اللي هي الجلسة الجاية ان شاء الله؟ سبب التخوي اللي خلق الدعوة اللي مخضوها من قد تبار شون توفيه يتم رخضها. وان التوكيلات سليمة مية في المية. تماما فان. ايه السبب الحاجة زي كده? الروح السبب وان اعنا بنتكلم في حاجة فهمية. انا قبل كده في الكلام السابق ان التوكيلات فلما صدروا توكيل عام رسمي ديوبية للمواكل ان هو يتصرم في عمل التصرف والادارة فان التوكيل ده طول ما هو ساري بيجوح للمواكل ان هو يقوم بكثة عمل التصرفات سواء بيع سواء اسمه سواء عادل فوق كل الكلام دوت مباحلي وبيكون ساري وسليم. فعشان كده المحكمة خدت بطانونية في الموضوع ان التوكيلات سليمة وسارية وبالاضافة لذلك ان هما لما سمعوا شهود المدعي عليه الاستاذ رشان توكيل اكدوا ان جميع الاموال اللي اتحققوا في العقارات دي سواء في الشريعات او في الفيلا او في شهادات الاستثمار اللي توضعت باسماء بناته في البنك من خر ماله وهو اللي اوضحق اسمهم بحال حياتي. ما زالت تأثير الحكم على البنك? احنا عرفنا ان البنك كان مجمد الاستاذ رشان توكيله. تمام بموجة بالحكم ده يقدر اه طبعا هي الحكم ده الزم المدعية الزم ايا. احنا ملناش علاقة دلوقتي بالبنك وغالصة هو الزم ايا برد المبلغ ده الولدنا. هي سحبة المبلغ? نعم هي سحبة المبلغ? هو تجمد لحين اه لحين فصلت الدعوة. فهو كده هي هتقدر ترد وسواء بقى هي سحبته من البنك هترده سواء المبلغ موجود لسه في البنك المفروض يترد للمبداع للاستاذ رشان ده. كانت توقفة صرف العائد بتاعه? طبعا كانت توقفة صرف العائد من اول ما اقامت للدول ده هتدعيه. واقفت صرف العائد الشهري اللي كان بيزرقهم من شهادات الاستثمار اللي كانت تهدعها في اسماها في البنك. كل ده برضو هيترد برضو للفنانر عشان تقول ليه بعد التجميل. كانت فيه فوائد برضو الفوائد ده هتتردله طبعا اكيد ان شاء الله يعني. طب حديث اتكلمنا عن دور الشهود كان موقف يعني دورهم ايه في القضية? ساهم ان الفنانر شوان توفيقي ياخد حقه وموقف ايه ايه بعد او عدم احضار الشهود لاي اقضاع موقفها مثلا? القضية? اه طبعا في جلسة الشهود احنا كن نقررنا من شهود الاستاذ رشوان توفيق كما حضروا واقروا قدام المحكمة وصرحوا ان جميع الممتلكات اللي هو كتبها باسم اولاده من خر ماله ومن خالص ماله والجميع الفلوس اللي هي اللي اتحطت في البنك باسمها هم بموجب شهدات في قصمار كانت من خر ماله وهطروا الكلام ده والشهود طبعا كانوا كلهم المعارف اللي محطين بيهم واللي عارفين كل حاجة عنهم. وهم الخصم او الاستاذة ايه اختفرت ان هي تجيب شهود اه ما كانش عندها شهود تذبط طبعا صحة اقوالها او طول حقيقة. يعني ما في شهود جميع الجلسة اللي فتت? لا جميع جميع شهود اللي استاذ رشانطة. بس استاذ رشانطة. اه هم هدول اللي جميع شهدو. عشان كده طبعا ليه تأسير كبير قدام عدلة المحكمة الحمد لله. طبعا موقف اي اي دلوقتي يا خاندين بعد القرار ده. في الدعوة دي وفي باقي الدعوة. والله احنا هي الاجراءات الثانونية احنا عندنا اي دعوة بيصدر فيها حق. اكيد لها استقناف. وابنالقار ده ان شاء الله بس يديه بش بالنسبة للحكم الابتدائي دايما بيكون اه هي باركة الامل اللي موجودة في العضية. نعم يا. بلاخت الفنان بالحكم وكان ايه انتباعه كان ايه انتباعه للحكم? هو لسه والله يعني لسه الحكم صادر حاليا ما لحقناش نبلغه ان شاء الله وان شاء الله يكون انتباعه خير. بس انا زي ما قلت قبل كده من استاذ رخانتا وفي الدكتور مجدي مهران اتواصل معه كتير يعني هو اللي بتواصل معه باستمرار. والقينا ان هو اهتمامه مش بالقضايا قدمها هو مهتم ان كان الموضوع يتصلح ما بينه وبينه. طب ايه الاجلة لله? مش هكت ما قدمها? اا يعني تأكد ان هي لها الحق ان هي طبعا. ولا حاجة فنلم. ما كانش في اي جليل او اي مستمد مقدم يثبت عكس كلامنا اللي احنا قلناها. طب كلمنا على الاقرارات المقدمة يا فنجل. والمحلمة كانش بيقدم اي حاجة. مجرد ان هي طعنت على التوكيلات المصادرة من منها الوالدها. وقالت ان هي لاتو بيحلي ان هو يتصرف بمجابها في موضوع الشلاد والبينة. والعود متعنت على العود بتاعت التأسيم والبيع. الحكم الحالي هو حكم اول درجة. حكم ابتدائي. هل مجرد استيناف المدعي يا رشو انتو فيه هيوقف الزامها بتنفيذ الحكم الصدر. والله يا فنجل مدوص هو القانوني احنا بنفض حكمه في محكمة اول درجة. المحكمة الابتدائية. الحكم بيكون اه واجب النفس في حالة واحدة ان هما بيكون عدة موعد استيناف. واو ان هما مستقنفوش وبنجيبش عدة بعدها مفصول استيناف وبنبدأ ان ننفذ. او ان هما استقنفوا محكمة استيناف ايدة الحكم. فبنبدأ ان ننفذ برضا. فترة الاستيناف ان شاء الله. خلال يومين. خلال يومين هيكون في اه في ذات المحكمة اه حكم في قضية بطلان. ان شاء الله. اجل نعرف تأثير الحكم الحالي ببطلان التوكيلات على على الدعوة المقبلة. والله ان شاء الله احنا بنتعشن خير لان هو احنا كن اه زي ما قولنا قبل كده ان الدعوة بتاعته النهارده دعوة ارغاء التوكيلات او بطلانها دي اساس لكل الدعاوي المقامة بعد كده. لان بناء على التوكيلات ازا كانت سابقت صحتها. من عدم صحتها. هو اللي بيقول ان التصرفات اللي صدرت بمجابها زجانة صحتها او غر صحتها. ان شاء الله. دايما حضرتكم بتأكدوا على ان الفلان فتح اه دعاوي بنته وعايزة ترجع وكذا. هالفترة اللي فاتت لغاية الوقتين هالفترة حصل مبادرات من كيشي من آية او حدا. لا والله لحد دلوقتي ما ماشيش مبادرات حصلت منها هي. المبادرات كلها كانت من والدها وهي لسه لحد دلوقتي ما شجبتش لسه لحد دلوقتي ما فيش اي خبر اللي يقول ان هي مبادرة منها للسلطة. طب دلوقتي في الجلسة الشهود كانت موجودة هيبط الله المشنة شو انت كان دورها ايه في الموضوع او موقفها ايه يعني كان في اقرارات تقدمت تقريبا في الجلسة دي. في اقرارات يا فندي من يتقدمت في القضية في القضية كلها. الاقرار دي مفادها ان هي وهيبة مضوا على اقرارات لولدهم بيقولوا فيها ان التوكلات اللي هم عملوها سليمة وان اي تصرف قام به والدهم هو تصرف سليم سواء عقل اسم الشريات او عقل جاية الفلا كل التصرفات دي سليمة. وهم مضوا عقل اقرار ده وضع. ده دلوقتي يوضح لنا ان مسلا قدام في التوكلات ده القضايا اللي موجودة القرار اللي مفيش بطلان التوكلات ده اثبت صحة استخدام الفنان رشوان توفيق للقرارات اللي هو عملها او عالي تقسيم المراسي. ده هياثر بقى في تقسيم مراسي نفسه بعد كده ولا هو خلاص ما بقاش في تقسيم مراسي هو القانون هيأكد التقسيم اللي موجودة والله الكأسيم اللي موجود حاليا على وضعه هو تقسيم صحيح وقانوني. اما موضوع المراس ده ربنا يسدي له العمر ان شاء الله لصدق شوان توفيق طبعا المواريز دي قضية بتطرق يعني التقسيم الكارثة بعد وقت الشرط هو اصل فيه عدد كبير من قضايا صحة التوقعات لسه في محكمة عبدين بتتنظر حتى الان بالها فترة كبيرة ولسه موجود فيه الراعي ودي مصيرها ايه دلوقتي. القضايا دي هل زمان جدا من اكين وتسعة مسلا رسه مستمرة. والله كل قضية يعني حسب المبنون بتاع ايه? يعني كل قضية حسب المبنون وهل هتتأثر بالاحكام اللي صدرت ولا لها? مصروضي العقود او الدعاوي دي عشان تثبت صحة كل عقدة او كل منتلك تم توزيعه للاحد من البنات او كل شخص من البنات. فده هيخلي مثلا الدعاوي القديم لان الاسمت غيرت بعد كده. هو الدعاوي دي ايه? هو اللي صدر بمجاب التوكيلات ده هو اللي هيكون سليم ورسمة. هو اللي هيكون صحيح. اما ما خلاف ذلك هيكون اكيد بي رده بطولنيا ان شاء الله. في اقرارات هتتقدم في الدعاوي الجاية ان شاء الله? والله بنتقدم يا فندم احنا مقدمين جميع الاقرارات ومقدمين مزاكرات بالدفاع. والدكتور مجد محرم برضو اقدم مزاكرات للدفاع من كده في جميع الجلسات. وان شاء الله خير يعني بنعمل خير ان شاء الله ان الاحكام تطلع اه موازية لنفس الحكم اللي صدر النهاردة ويفرح برضو الناس اللي اللي بتحب الاستاذ رفو انت وفيه اللي هو برضو حقه بيرجع له تير ان شاء الله.